بسم الله الرحمن الرحيم هنبدأ نتكلم النهاردة عن كرس C++ قبل ما نتكلم عن اللغة دي وقبل ما نبدأ نتعرف هي بتتعامل ازاي او باستخدمها ازاي هنبدأ نتكلم الاول يعني ايه برمجة علشان نفهم يعني ايه برمجة هنحتاج نفهم شوية مفاهيم اساسية الاول اول حاجة يعني ايه لغة برمجة بو انتقال بساطة لغة البرمجة اللغة عدية لغة عدية جدا زي ايه لغة احنا ما زال عربي اللي انا بتكلمه دلوقتي زي الانجلش اللي حد غرنا بيتكلمه زي الفرنش اللي حد تاني بيتكلمه زي الجرمن اللي اي حد بيتكلمه اللغة عدية جدا اللغة دي لها شوية قواعد ولها شوية رموز ولها شوية كلمات بتستخدمها بستخدمها ليه علشان اكتب بيها برنامج طب ايه البرنامج دوت البرنامج هباره عن شوية خطوات او شوية اوامر ببدأ احطهم بشكل معين عشان اوصل لنتيجة معينة طيب كل لغة برمجة في الدنيا لها حاجة اسمها سينتكس يعني ايه سينتكس ديت مين السينتكس ديت السينتكس ديت هي طريقة الكتابة الصحيحة الطريقة الصحة علشان اكتب بيها اللغة دي الاوهمة للبرمجية او لغة البرمجة الليها طريقة كتابة معينة يعني مثلا في لغة السي بلس بلس وحن شغالين هنلاقي نفسينا عشان نكتب كلمة لازم نحط قابليها امر مثلا اسمه سي اوت علشان نكتب ساطره ونخلصه ولازم في اخره نحط رمز السيمي كولوم تمام السينتكس هو ان انا اكتب الحاجات دي بالترتيب الصح بتاعها طيب اي برنامج في الدنيا بحب اكتبه محتاج اعمل ايه فيه ناس كتير قوي اول ما تبدأ تتهلم برمجة او في حاسبات او في اي كلية كانت هندسة حاسبات الكلية دي بيفتكروا نفسهم شطرين ان هو اول ما قول له اعمل برنامج بيعمل كذا على طول يجري يفتح الكمبيتر يشتغل عليه بتا اكبر غلط بيقع فيه اي مبرمج جديد مفيش مبرمج في الدنيا شغال بيشتغل على الكمبيتر على طول اي مبرمج في الدنيا بيقضي شخبط على الورق كده ويفكر وهو عايز يعمل ايه الاول طب التفكير ده هو هيعمل بي ايه وهيفهم فيه المشكلة اللي هو عايز يحلها انا عايز احل ايه انا عايز اوصل ليه طب وانا بفكر طب انا عايز اوصل ليه طب انا بفكر في ايه اي مشكلة في الدنيا عايزين نعملها مثلا grandpa نعمل برنامج يجمع لنا رقمين ايه الحل بتاع الموضوع ده بيبقى بالنسبة لنا حاجة اقول في الاول انا المفروضة بقى عارف الرقمين ادي دي اول حاجة لازم اعرفها مدخلات البرنامج بتاعي تاني حاجة ايه العملية اللي انا هعملها علشان اجمع الرقمين اعمل عملية الجامع بعرفت كده ايه الابريشنز اللي انا هعملهم بعد كده هاخرج الناتج بتاع ايه المجموعة يبقى انا كده كتبت حاجة اسمها الاجوريثم يعني ايه الاجوريثم ده الاجوريثم هو اللي احنا قلناه من شوية ده ببساطة او خوارزمية بالعربي زي ما بيسموها اننا بحدد مدخلات البرنامج بتاعي العمليات اللي هعملها في البرنامج بتاعي مخرجات البرنامج بتاعي بعد اما حدد الحاجات دي ابدأ اكتب الكود قبل محددهم مليش كتاب الكود ماينفعش اكتب الكود من غير محددهم يبقى بنحدد الانبوت بعد الانبوت ببدأ حدد البروسيسنج بتاعتي او البروسيس اللي هنفزها بعد كده بحدد الاوتبوت طب ايه لغة السي بلاس بلاس دي بقى اللغة السي بلاس بلاس دي لغة عملوها سنة 1970 كانت امتدات للغة اسمها السي السي دي كانت هي نفس السي بلاس بلاس مع فارق بسيط ان السي ما كانش فيها حاجة اسمها Object Oriented Programming السي بلاس بلاس زودوا عليها Object Oriented Programming السي بلاس بلاس بتستخدم يعني في طريقة واسعة شوية في بعض اللغات او في ان نقدر نقول في التعليم بالذات بيسموها ام اللغات زي ما بيقولوا لغة مش صعبة وفي نفس الوقت مش سهلة ازاي هي حققت محدلة صعبة شوية هي سهلة في انها بتشتغل في الاول من غير مستخدم المبادئ بتاعة Object Oriented دي حاجة Advanced شوية في البرمجة في نفس الوقت هي صعبة علشان الطريقة بتاعت الكتابة بتاعتها او السنتكس بتاعها غريب شوية من الشبه الانجليزي على عكس اللغات التانية فيها السنتكس بتاعها زي سنتكس الانجليزي بالضبط تمام اتمنى اكون افتوك في الدرس السريع ده والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة